موسيقى قول ابتدائي. والنهار ده معادي ان شاء الله حل امتحان او حل مراجع على يونت 10 الوحدة العشرة من الترم الثاني. ان شاء الله في شاشة النهاية هسيب لكم شرح بالوحدة كلها. لو انت حابب ان ما فيش حاجة تفوتك من شرح منهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو مع تفعيل الجرس على الكل وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يجب ان تفضل يوصل لأكبر عدد من أبطال أولى ابتدائي ومنهج كونيكت. نبدأ. بسم الله. هنعمل إن شاء الله مراجعة يونت تن. مراجعة على الوحدة العشرة من كتاب الباهر نبدأ بالسؤال الأول يعني انظر واقرأ وبعد كده رقم. عندي أربع كلمات وأربع صور نيرى الكلمة الأولى بتقول من فاكر يعني صالجر 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 يعني جندي صالجر يعني جندي صالجر يعني جندي الكلمة الثانية من شاطر يعرف يرهالي ها كلمة برد 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 يعني خبز أو عيش برد برد لو انت مش فكرها قول ورايا سنقولها برد برد يعني خبز أو عيش يبقى أنا هكتب هنا نمبر 2 ليف 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 يعني ورقة شجر ورقة شجر يعني ليف ورقة شجر يعني ليف ورقة شجر يعني ليف ليف يبقا أنا هحط هنا نمبر 3.いجزت يعني خروج sisit يعني خروج Absolute يعني خروج خروج يعني BMW خروج يعني exit هحط هنا نمبر memories 4. الصالجه لبعد كده يقول look, listen and circle يعني انظر واجتمع وضع دائرة قرأ الكلمة الأولى بتقول teacher فين صورة teacher كوني عارفين teacher يعني معلم طبعا هي الصورة هي هنحط عليها circle بعد كده cotton طبعا هي الصورة دي بعد كده لم يعني حمل أو خروف صغير وقبلك النحرف البيضة حرف silent يعني حرف silent يعني حرف يكتب ولكنه لا ينطق لم 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 يعني حمل أو خروف صغير السؤال number three رقم ثلاثة look and tick through the correct word يعني انظر وضع صح على الكلمة الصحيحة عندي صورة زي كده الصورة دي تقال عليها firefighter ولا police officer يعني فايرفايتر فايرفايتر رجل المطافي police officer يعني الزابط طبعا ده صورة firefighter يبقى أنا هاختر وحط عليها true الثقال اللي بعد كده بصت للصورة كويس leg leg exit exit يبقى أنا هاختر leg كوني نعرفيه leg يعني رجل و exit يعني خروج طبعا هي exit هي دي اللي أنا هاخترها وحط عليها علامة صح all right through the correct sentence يعني هنا انظر وحط صح على الجملة هنا بصت للصورة كويس عشان هنختار لها correct sentence الجملة الصحيحة لها دي صورة ايه he is a doctor يعني هو دكتور ولا she is an engineer هي مهندسة طبعا الجملة اللي هي الصحيحة she is an engineer يبقى هالجملة دي أنا هاختر وحط عليها tick السؤال اللي بعد كده بصوا الصورة كويس عشان نقرأ بيقول a t-shirt كلنا عارفين t-shirt يعني t-shirt a t-shirt is made of fabric يعني t-shirt ده مصنوع من fabric يعني القماش ولا هنقول bread is made from flour يعني الخبز مصنوع من الدقيق طبعا هي الصورة دي مشي مع الجملة الاولانية a t-shirt is made of fabric يعني t-shirt مصنوع من القماش هاختر الجملة دي السؤال اللي بعد كده ده سؤال صبلاي يعني الحرف النقص راجع معايا لو انت مش مراجع على الوحدة انا هسيب لك شرح فيديوهات الوحدة في نهاية الفيديو ان شاء الله دي صورة طبيب بيطري كوين عارفين طبيب بيطري يعني v-t طبيب بيطري يعني v-t حروف v-t v-e-t يبقى الحرف اللي ناقص هنا حرف i هكتب هنا حرف i ده صورة طبيب اسنان او طبيبة اسنان طبيب اسنان يعني dentist dentist طبيب اسنان dentist d-e-n t-i-s-t d-e-n t-i-s-t يبقى الحرف اللي ناقص هنا حرف i لمون يعني lemon لمون يعني lemon باين في النط ل يبقى حرف حرف l يبقى انا هكتب هنا lemon بحرف l cotton يعني cotton يعني cotton الحرف اللي ناقص هنا c-o-double-t o-n c-o-double-t o-n با هنا ناقص حرف l-o الصال الأخير في مراجعة النهاردة look and scramble and write يعني انظر ورتب وبعد كده اكتب دي صورة ايه دي صورة خبز خبز يعني سما حد شاطر بيقول ان خبز يعني بردة خبز يعني بردة هكتبها ازاي هناخد اول حرف هو محدد هو لحرف البي ياريت الحرف اللي انت تاخده يسنة اولا اشطب عليه الحرف اللي انت هتنزله تحت في البي برد اشطب عليها ونزلها بر يبقى حرف الار يبقى كدبت بي وبعد كده ار باشطب على الار برد اي اي دي الحرف اللي انت هتاخده تشطب عليها وتنزله تحت برد ب ار اي ا دي خبز يعني برد وعندي لمبة او ابجورة يعني لامب 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 هبدأ بحرف ال لا ا لم م م لم ب ب يبقى ل ا م ب لامب لامب دكتور يعني او طبيب يعني دكتور دكتور هبدأ بحرف د ها د هشطب عليها ونزلها او هشطب عليها ونزلها د او سي ت او ار دكتور د او سي ت او ار د او سي ت او ار طبيب يعني دكتور دكتور ابطال اولى ابتدائي ومتابعي منهج كونيكت احنا كده خلصنا مراجعة على الوحدة العشرة الترمي التاني من منهج كونيكت لو الفيديو عجبك او استفدت من مراجعة النهاردة اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي بلون الاحمر اللي تحت الفيديو وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من متابعي منها كونيكت وابطال اولى ابتدائي وان شاء الله في شاشة النهاية هسيب لكم فيديوهات شرح الوحدة الول الوحدة العشرة كلها وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله جود باي